موسيقى اسمي الاب والابن والروح قدس الى واحد امين مرحب اعزائي المشاهدين في الحلقة 39 من برنامجكم الفداء عدل ورحم تدينا الحديث عن بركات الفداء كلمنا عن المصالحة باعتبرها النتيجة الاولى والغاية من الفداء كلمنا في ثلاث حلقات عن التبرير ومفهومه وفكر الكنيس الاخرى عنه كلمنا عن ثمار التبرير في الحلقة جيب نعمة ربنا هنتكلم عن بركة اخرى للفداء هي الحرية في المسيح رسالة قديس بوليس الرسول اهل غلطية تقول لنا ان المسيحي مدعو للحرية يقول فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة نعرف كمان ان السيد المسيح بينادي للمأسورين بالاطلاق وللمنصحقين بالحرية زي ما قال في لؤى 4-18 واللي جت في اشعية 61-1 ايه مفهوم الحرية وايه السبيل اليها الاجابة جيها نلاقيها في كلام السيد المسيح ذاته في يحنى 8-31-39 يقول ايه ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم ولما قعدوا يجدلوا معاه قالولوا احنا زرية ابراهيم لم نستعبد لاحد قط ازاي تقولنا انكم تصيرون احرارا رد عليهم ايه الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل خطية هو عبد للخطية والعبد لا يبقى في البيت الى الابد اما الابن فيبقى الى الابد انحرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا وبعدين فهمهم بقى لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم من هذا الحوار بين السيد المسيح واليهود يتضح لنا ان اليهود كانوا فاهمين غلط مفهوم الحرية فافتكروا انهم احرار لمجرد انهم زرية ابراهيم عشان كده سيد المسيح قال لهم المفهوم السليم للحرية ايه هي انها في الابن وبالابن ان حرركم الابن تكونون احرارا انها تحتاج ثبات في كلامه لكي يعرفوا الحق والحق يحررهم تحتاج لامان عملي به زي ايمان ابنا ابراهيم اللي بيتذرعوا ببنوتهم ليه البنوتهم لابراهيم غير حقيقية لانهم مش بيعملوا اعماله فهمنا كمان ان اللي يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد مش ابن والعبد لا يبقى في البيت الى الابد بيت الاب ملكوته ولما يحررنا الابن يكون احرار اذا ابن الله هو اللي بيحررنا بدمه والمسفوق اذا ثبتنا فيه دي اول نقطة يعني ايه حرية النقطة التانية نتحرر من ايه نتحرر من حاجات كتيرة ناخد منها بعض الحاجات نتحرر من الخطيئة نتحرر من النموس نتحرر من الدينونة والموت ومن القوات الروحية الشريرة اول حاجة نتحرر من الخطيئة سيد المسيح قال لنا صراحة كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة يحنى 8 زي ما قلنا وعشان كده قجيز بوليس الرسول فعبارة عجيبة محتاجة شرح يقول لنا انتم عبيد للذي تطيعونه اما للخطيئة للموت او للطاعة للبر وبعدين يشجعهم يقول لهم فشكرا لله انكم كنتم عبيدا للخطيئة لكنكم قطعتم من القلب صورة التعليم الذي تسلمتموها واذا اعتقتم من الخطيئة صرتم عبيدا للبر رمية 6 17 و 18 يعني ايه هو البر كمان عبودية وايه الفرق بينه وبين عبودية الخطيئة دا يوضحه لنا قجيز بوليس في العبارة اللي قلناها دا ان اول شيء معنى العبودية ايه هي طاعة اختيارية لشيء ما في القلب وان الخطيئة تعتبر بهذا المعنى عبودية لاننا بنطيعها باختيارنا والنتيجة ان الخطيئة تسمر ايه موت كمان القديس يوحانا ذهبية الفم يشرح لنا العبارة دي بيقول انه لخزي في هذا العالم لما تصيرون عبيد وعبيد بارادتكم وعبيد للخطيئة وعندما تكون اجرة الخطيئة موت يعني بيقول لهم عبيد وعبيد بارادتكم وللخطيئة الخطيئة اللي بتوجي للموت لانها اذا كانت الخطيئة قبل المعمودية قبل ما تولاده ثانية هي تسببت موت الجسد واقتدى الجرح ان ينزل رب الكل لكي يموت عشان يضع حد للشر واذا كانت الخطيئة بعد هذه العطية العظيمة والحرية العظيمة تمسك بكم ثانية بينما انتم تنحنون تحتها طواعية فاي شيء لا تفعلكوا بكم عند اذا فلا تسرعوا اذا نحو هذه الهوة ولا تسلموا انفسكم بارادتكم كلام واضح ان عبودية الخطيئة توجي للموت طب في الجانب الاخر ايه عبودية البر بنفس مفهوم الطاعة ان العبودية طاعة البر بنخضع ليه بكامل ارادتنا عن حب ليس عن اضطرار ولا قهر عبودية البر هنا بقى تثمر قداسة وتؤجي لحياة ابادية ترفع الخزي والمزلة عكس ايه الخطيئة تماما وبعدين قديس بولس الرسول يوجه حديثه للأمنه وتحرروا وابتدوا يسلكوا في القداسة عشان يقول لهم الفرق بين اللي كانوا فيه واللي صاروا عليه يقول لهم ايه لما كنتم عبيدا للخطيئة كنتم احرارا من البر فاي صمر لكم كان حينئز من الامور التي تستحون بها الان لان نهاية تلك الامور هي الموت واما الان اذا اعتقتم من الخطيئة صرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة ابداية دي رمية ستة عشرين لغاية اتنين وعشرين يعني السلوك في الخطيئة عبودية هي خزي للي اتحرروا منها بيستحوا انهم يتذكروها اللي كانوا بيعملوه نهايتها الموت عبودية البر تختلف تماما هي عبودية لله اللي ادانا البر وهي مسمرة تؤدي الى قداسة وحياة ابداية والفرق كبير لان في الحقيقة العبودية لله ليست عبودية وانما هي حرية حقيقية لانه قال لنا لا اعود اسميكم عبيد لكن اسميكم احباء في يحنى خمستاشر خمستاشر السيد المسيح قال تاني انحرركم الابن فبالحقيقة تصيرونا احرارا احنا مدعوين لهذه الحرية يبقى احنا بنتحرر من الخطيئة الخطيئة وراها حاجة تاني اسمها الحرية والجسد المائت قديس بوليس الرسول يشجع المؤمنين يقول لهم اذا لا تملكلنا الخطيئة في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته فايه هو هذا الجسد المائت هو الجسد اللي خدناه في المعمودية بالموت مع المسيح او على شبه المسيح علمينا هذا بيقول لنا في رامية 6 علمينا هذا ان انساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد ايضا للخطيئة لان الذي مات قد تبرأ من الخطيئة يشرح حالنا قديس ذهبي الفم يقول كما ان الانسان الذي يموت يتحرر من الخطيئة اذا يرقد كجسد ميت هكذا لابد لمن يخرج من المعمودية حيث مان مرة واحدة نهائيا ان يبقى ميتا دائما عن الخطيئة فاذا كنت قد موت في المعمودية على شبه موت فلتبقى ميتا لان من يموت لا يقدر ان يخطئ اما اذا اخطأت فانت تحجب موهبة الله يبقى المعمودية مش بتحصننا حتى لا نفهمها غلط لا تحصننا من الخطيئة موتنا وخلاص لا الان لسه الخطيئة بتحاربنا لا تحصننا من الخطيئة هي موهبة تحتاج ان احنا نحتفظ بها الجسد الميت الخناف المعمودية يفكرنا على طول بالخطيئة اللي كانت سبب في الموت بعد المعمودية مش اصبحنا لنخطئ لكن اصبح عندنا امكانية ان نسود على الخطيئة فلا تملك علينا لان هي مش بتملك بقوتها الذاتية لكن لما احنا نطعها في شهوات الجسد والتواني طب ده يتعارض مع كلام تاني لقد جيس بوليس الرسول في نفس الاصحاح بيقول لنا ايه فان الخطيئة لن تسودكم لانكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة هل النعمة تمنع الخطيئة انها تسود علينا طبعا ده تساؤل مهم يتزرع به البعض يقوله طالما نلنا النعمة لن تسود علينا الخطيئة باي حال لكن تعليم الاباء وزي ما ورد في نفس الرسالة في الاصحاح اللي بعديه في رمية سبعة يقول لكني ارى نموسا اخر في اعضائي يحارب نموس ذهني ويسبيني الى نموس الخطيئة الكائن في اعضائي معناها ان الخطيئة موجودة ولا تزال تحاربنا وتحتاج الجهاد بعمل النعمة معانا فعلينا ان نستمر في هذا الجهاد طالما نحن في الجسد لكي نبقى في الحرية اللي حررنا بيها السيد المسيئة علينا الا ننساق ورا الخطيئة لا نسيء استخدام الحرية ونفعل ما لا يليق فيوضح لنا بعبارات اخرى نفس المعنى لا تصير الحرية فرصة للجسد مش نقول احنا اتحررنا نعمل اللي احنا عايزينه لا فغلطش خمسة تلتاشر وانما نصلب الجسد مع الاهواء الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات ان كنا نعيش بالروح فنسلك ايضا حسب الروح برضو غلطشها خمسة فاصبح ممكن لنا ان احنا نسلك حسب الروح لان الروح يعمل داخلنا واحنا بنستجيب له حيث روح الرب هناك حرية المهم الاستجابة لعمل روح الله فاسبتوا اذا في الحرية التي حررنا بها المسيح ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية القديس بوليس الرسول ادى نفسه كمثال يقول ايه بل اقمع الجسدي واستعبده ما قالش بقى انا اتحررت انا رسول انا شفت اعلانات لا اقمع جسدي واستعبده وقال حاجة تاني كل الاشياء تحل ليه لكن ليس كل الاشياء توافق لا يتسلط علي شيء وقال مجدوا الله في اجسدكم وفي اروحكم التي هي لله ويحذرهم انهم لازم يسلكوا بتدقيق وبحكمة لان التهاون يؤجي الى الهلاك يقول ايه لان كثيرين يسيرون ممن كنتوا اذكرهم لكم مرارا والان اذكرهم ايضا باكيا هم اعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الارضيات سيرتنا نحن هي في السماوات كل ده عن التحرر من الخطية وقسدنا المائت بيعنيه تاني حاجة بنتحرر منها هي الدينونة والموت لان اذا كنا تحررنا من الخطية واصبح لنا الامكانية ان نغلب في جهادنا ضدها يبقى بالتالي نتحرر من الدينونة المترتبة عليها وبالتالي ايضا من الموت اللي هو العقوبة طالما سيد المسيح رفع الدينونة لما تحمل العقوبة بدلا منها بس بشرط برضو ان نسلك حسب الروح وليس حسب الجسد ده اللي بيسميه قديس بوليس الرسول ناموس روح الحياة في المسيح يسوع يقول ايه اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطيئة والموت ده في رمية 8 ايه هو بقى ناموس الخطيئة والموت وايه هو ناموس روح الحياة ناموس الخطيئة والموت كان يقصد بيه ناموس موسى رغم انه في رمية 7 بيسميه ناموس روحي ومقدس وعادل هو ناموس روحي لان الروح هو اللي اعطاه لكنه ناموس خطيئة وموت لانه كان بيكشف الخطيئة وفي نفس الوقت ما بيديش الامكانية لمقومتها فكان بيؤدي الى الموت هنرجع لها بعد شوية بتوجيه اكتر ناموس روحي الحياة هو ناموس الروح لانه بيعطي الروح مرة اللي فاتت كان روحي لانه الروح هو اللي بيعطيه هنا بيدينا الروح ويعطي معاها امكانية السلوك بالروح فيؤدي الى الحياة ولما بنتحرر زي ما قلنا من الخطيئة ومن الدينونة هنأتحرر كمان من الموت اللي هو سمرة الخطيئة لان اجر الخطيئة موت وشوكة الموت هو الخطيئة زي ما احنا عارفين سيد المسيح حررنا من هذا الموت أيضا يقول شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح ده عمل الفداء اللي قدمه المسيح لنا أنه شارقنا في اللحم والدم لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية زي ما بيقول لنا في عبر نين اثنين اربعتاشر وخمستاشر يبقى اتحررنا من الخطيئة اتحررنا من الدينونة ومن الموت نتحرر من النموس ازاي اليهودي كان عبد تحت النموس ليه لأنه كان مطالب أنه هو يتمم وصايا النموس وإلا يصير ملعونا زي ما بيقول الكتاب المقدس ملعون كل من لا يقيم كلمات هذا النموس ليعمل بها في تسنية 27-26 وصايا النموس ما كانش يسيرة ما كانش سهلة ولا يمكن للشخص أنه يعني ينفذها بالتمام عشان كده كانت كل مهددين باللعنة لما جه السيد المسيح وحرر البشر من النموس ومن لعنته ليس بإلغاءه أو كسره وإنما بأنه حقق في ذاته كل مطالب النموس اللي البشر عجزوا عن أن يحققوها مولودا تحت النموس ليفتجي الذين تحت النموس ولطش أربعة أول حاجة اتقدم للهيكل وهو عمره أربعين يوم اختتن نالي العماد على يد يحنى المعمدان وقاله صراحة اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر عبارة جميلة تعلمنا أن احنا نطيع الوصايا الإلهية مش بس الطاعة دا حمل كمان لعنة النموس الأشد بموته على الصليب لأن المعلق ملعون من الله صار لعنة لأجلنا كانت موجودة في تسنية 21-23 وفغلطش يا ذكرها بوليس الرسول في 3-13 يبقى حررنا أيضا من لعنة النموس محق السك قلنا الدين اللي كان علينا تحمل كل دا وهو مش مديون وهو مش خاطئ لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر قديس يوحان دابيل فم تعليقه على الحتة جيف تفسير رسالة غلطشا كما بالموت خلص من الموت اللي كانوا في سبلهم للموت هكذا لما أخذ اللعنة على نفسه خلصهم منها على الصليب مات بطبيعتنا البشرية لكي نموت معه ونقوم في المعمودية على شبه موته فهذا الموت اللي على شبه موته يحررنا من النموس طالما أن النموس يلزم الأحياء فقط والمسيحي مات فلم يعد ملزما بالنموس الأديم الآن لما تحررنا من النموس نعبد بجدة الروح لبعدق الحرف مش بالحرفية بقى بتاع النموس الأديم النتيجة اللي كانت موت إنما هنا نسمر لله بدلا من أن نسمر للموت نرجع تاني للنموس نوضح شوية نقط إن تحررنا من النموس لا يعني إن الخطأ كان في النموس زي بوليس الرسول قالها صراحة هل النموس خطيئة حاشة إنما الخطأ في إساءة فهمه والعمل به لأن النموس كان بيكشف الخطيئة وما بيعالجهاش ولا بيجي القدرة على النصرة بالنموس معرفة الخطيئة بل إن التنبيه للخطيئة كان بيسير في البعض الرغبة فيها فبيقول أنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل النموس لا تشتهي والخطيئة وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت فيها كل شهوة يشرح حالنا برضو قديزة بيه الفم يقول لو كان النموس عليه لوم ملوم لأن الخطيئة وجدت فرصة بيه لكان نفس الحال نقدر نقوله على العهد الجديد لأن ربنا قال إيه؟ لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة هنا الخطيئة تجد فرصتها في هذه الحقيقة إن فيه وصية وهو نبهنا لها لكن لا نلقي الإهام على إحسانات الله وإنما نلقي اللوم على روح أولئك الذين يسيئون استخدام البركات خلافا للغرض منها ده كلام ذهبي الفم العبارة اللي قالها سيد المسيح لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة يعني نبههم إن اللي بيعملوا ده شر فما بقاش عندهم عذر إيه؟ الجهل زي بالظبط لما الله حذر إيه ده محاوة في الجنة من الأكل من الشجرة ونبههم للعقوبة فاستحقوا توقيع عليهم إذن تحررنا من النموس لا يعني إن الخطأ في النموس ومالجانب التاني لا يعني إننا أصبحنا بلا نموس تحررنا من نموس قديس بولس الرسول يقول عن نفسه أنه ليس بلا نموس بل تحت نموس المسيح ويطلب مننا بغلاطية ستة اتنين أن نتمم نموس المسيح إيه هو النموس ده؟ وهل هو كمان عبودية؟ نموس موسى كان بيفرض علينا فروض أكل شرب أعياد سبت ختان كل الحاجات الجزدانية لكن نموس المسيح هو عمل روح والنعمة فينا فيقول إيه فماذا إذن؟ أنخطأ لأننا لسنا تحت النموس بل تحت النعمة حاشة في رمية ستة ده يعني إن الروح هو دلوقتي اللي بيقود سلوكنا محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس أنتم لستم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكن فيكم ده الفرق بين النموس الأجيم ونموس أو بمعنى القواعد اللي حطتها لنا السيد المسيح ومعاها مجينا الروح الذي يعيننا فالروح يعني حرية حقيقية لنا حيث روح الرب هناك حرية كورنسوس 2-3 الروح يعني الحياة لنا سيحي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم رمية 8 الروح أيضا يعني البنوة لأن كل الذين ينقاضون بروح الله أولئك هم أبناء الله برض رمية 8 توازن عجيب نلاقي نعمة مع جهاد بنوة مع سعي عشان نحتفظ بيها بر مع التزام بنموس وبقواعد إذن تحررنا من الخطيئة من الدينونة والموت ومن النموس ومن إيه كمان تحرر من القوات الروحية الشريرة سيد المسيح بذل نفسه الأرواح الشريرة جردهم وظفر بيهم تسر عليهم صار هو نفسه رأس كل رياسة وسلطان في كونوسي 2 المسيح نفسه هيخلصنا كمان من ضد المسيح اللي لسه هيظهر في النهاية الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه قلنا بولس الرسول في سالونيك التانية 2 8 يعني القوات الروحية الشريرة ما زالت تقاوم في هذا العام لكن في النهاية ستبطل بمجيء السيد المسيح هو عمل لنا كل شيء إيه اللي علينا نعمله نحن ناخد الغلبة دي بإيه بجهادنا ويقودنا في موكب نصرتي ينبغي أن نصهر في هذه الحياة زي ما بينصحنا قديس بولس الرسول فلا ننم كالباقين بل نصهر ونصحوا لابسين هنحصن نفسنا بإيه في جهادنا درع الإيمان والمحبة خوزة هي رجاء الخلاص لأن الله لم يجعلنا للغضب بل اقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح سالونيكي 1 5 هو عاوزنا يدينا هذا الخلاص النهائي لكن علينا أن احنا ناخد الأسلحة اللي وفرها لنا بروحه القدوس كده اتكلمنا في الحلقة دي عن التحرر اللي في المسيح من الخطيئة من الموت والدينونة من الناموس الأديم من القوات الروحية الشرية أشكركم نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الرب ولربنا المجد إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر